ومعنا في الستوديو ساموريو البيا لمينو العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أهلا وسهلا أهلا محمد إذا كيف ترون بروتوكول الاتفاق الذي بموجبه أنهى عمال شركة تازياست المضربون عن العمل إضرابهم المستمر منذ أزياد من أسبوعين فرقاء وغرفة الشيوخ المتشاكسون للعمل الشريعي مع تمسكين لأن أجواء العمل لنأتبر أنه موضوع مهم وشائك أيضا نرى أن هذا البروتوكول أنه بروتوكول يشكل محطة مهمة ولكن ليست هذه المحطة هي كل شيء يعني الأزمة ما زالت قائمة والمرحلة الحاسمة ستكون الحوار إذا كان هناك جدية لدى الأطراف خاصة الشركة أنها تحاور ونحن عندما نجلس على طاولة المفاوضات هناك مسائل مهمة وهي المكتسبات وأمامنا مراجئة الاتفاقية المؤسسية وأي مراجعة يجب عنها لا تمس من المكتسبات إذا كانت الشركة ما زالت مصرة لأن الإجراءات التعسفية التي اتخذت في الشهر الماضي أن تعمل تطبيقها طيب كيف ترى ما الذي يضيفه أو يحققه هذا البروتوكول الاتفاق بالنسبة للعمال المضربين؟ الاتفاق مهم هو أن المؤسسة الشركة حاولت يائسة أنها تبكيك الإضراب واتخذت جملة من الإجراءات وحاولت أنها تشاقل العمالة الأجنبية ولكن كان هناك على كل حالة موقف مهم وهذا نشيد به هو وحدة الأمال وحدة الصف الأمال وهذا كان الأنصر الأهم في هذه الأزمة التي هي وهناك أيضا أنصر ثاني أثمنه وهو دور الإيجابي لتأخذ السلطات هذه المرة أنها تلعب دور حاكم فئلي وتكون أيضا عندها مسافة من الأطراف الاثنين وتكون أيضا حريصة لإحترام القانون وتطبيقه ورغم ذلك هي تقدمت بمشروع اتفاق والشركة رفضتهم ما الأسباب برأيك؟ على كل حال هناك مبادرات قدمت بها سلطات وهذا المسجل الإيجابي والشركة طبعا عندها سلوكها وعندها فلسفتها هي عنها تطقع لدها كامل وتملي شروطها وتملي إملاءاتها ولكن نحن نأمل من سلطات الموريتانية أن تقف بالحق صف الأمال وصف مصالح الأولياء لذلك البلد وتحمي القوانين وتحمي الحقوق المكتسبة وهذا رلي عنه أبسط ما يكون هو أبسط إيمان بالحق يجسد في ذلك اللي نقدرون عضله كاملي من ضمن نقاط البروتوكول للاتفاق أنه ينص على إجراء مفاوضات أو حوار بين العمال المضربين وبين إدارة الشركة في الشهر القادم برأيك ما أبرز ما ينتظر هذا الحوار؟ أبرز ما ينتظر هو أولا تقول الشركة تلتزم عنها الإجراءات التعصفية التي تأخذت 17 مايو عنها ترجع عنها بشكل فئلي وهذه الإجراءات كانت إجراءات تعصفية كبيرة وتمس من جوهر مهران المصالح الأمال بهالي في جوانب تتعلق بالحماية الاجتماعية وهناك ما يتعلق بحقوق مهران الألوات المترتبة للإنتاجية وهناك أيضا مسائل كانت الشركة تهدف له هي تمديد فترة العمل وهذا يتناقض أيضا مع مهران سياستها بهالي تمديد فترة العمل معناها عن هناك مهران غروف مواتية للإنتاجية وبالتالي هناك ضرورة لتضاعف مهران مكتسبات الأمال وتحسين غروفهم بهالي ما يقدرون احنا بحاجة عن نمد زمن ونحن لنقلص الأمال ونحن لنقلص المولي وهذا الهداف التي عندها ما هي مولي مستاسي بهالي لسأل طيب أنتم في النقابات العمالية ما الذي قدمتم في إطار إنهاء هذا الإضراب الذي كان يستطيع في الكونفادرال الحورة الأمال الموليتانية الأبنى دور كبير وبعثنا شخصيا بعثت رسالة للمدير رئيس شركة في كندا حول سلوكهم وحول مهران منهجيتهم وحول الأخلاقية اللي يجسدوا وطلقينا أيضا جواب مكتوب وأبرهما عن استعدادهم لفتح الحوار لذلك اللي كنا طالبين منهم وأيضا قمنا بتعبئة أطراف دولية أخرى مهمة أنها تتقاط معنا للشركة حتى تقبل الحوار واليوم الحوار على كل حال مفتوح بابه يا غير إحنا ما زلنا عندنا خشية كبيرة من مهران كيف سيدور هذا الحوار وكيف ستكون نتائجه وكيف أيضا ستكون مهران واقفة الحكومة في الحوار المقبل لأنها مرحلة تكون مرحلة لأكثر تعقيد وأكثر مهران حسم وهذه المرحلة نطلب من الأمال أنهم يبقوا صفان صفان واحدا إذن الساموري والبيل أمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا شكرا جزيلا